اهلا بكم في برنامج الصفحة الاولى وجولة في الصحافة حول العالم نبدأها بالعنوين والستريت جورنيل تقول ان اعتقال ايفان جيرشكوفيتش يمثل حقبة جديدة من ديبلوماسيات الرهائن في ذهل نقرأ ان مارك ميلي يقول ان فوز اوكرانيا على روسيا غير مرجح هذا العام نيويورك تايمز تشير الى ان وضع ترامب يزدهر في ظل لائحة اتهامه اعتقال مراسل صحيفة والستريت جورنيل في روسيا هو الاحدث في قائمة متزايدة من الامريكيين الذين تم اعتقالهم من قبل حكومات اجنبية بهدف كسب النفوذ مع واشنطن صحيفة والستريت جورنيل تناولت الموضوع تحت عنوان اعتقال ايفان جيرشكوفيتش يمثل حقبة جديدة من ديبلوماسيات الرهائن ذكرت الصحيفة ان وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين يضغط على نظيره الروسي سيرجي لافروف للافراج عن مراسل صحيفة والستريت جورنيل المحتجز مؤخرا ايفان جيرشكوفيتش عقب اعتقاله الاسبوع الماضي بتهمة التجسس وبحسب الصحيفة لا يعرف سوى القليل عن حالة جيرشكوفيتش او سلامته منذ ان تم احتجازه يوم الاربعة من قبل ضباط في جهاز الامن الفيدرالي الروسي بينما كان في مهمة خارج موسكو وطالبت وزارة الخارجية بالسماح للمسؤولين القنصليين بزيارة الصحفي للتأكد من سلامته والحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات حول ظروفه تقول الصحيفة ان الحكومات الاجنبية اعتقلت اعدادا من الامريكيين في السنوات الاخيرة بتهم تعتبرها الولايات المتحدة اتهامات وهمية او مسيسة اكثر مما تم اسره من قبل الجماعات الارهابية او العصابات الاجرامية وفقا للسلطات الامريكية وتقييمات خاصة وتضيف الصحيفة ان اخر هؤلاء الامريكيين هو جيرشكوفيتش الذي يدشن اعتقاله حقبة جديدة من ديبلوماسيات الرهائن بهدف الضغط على ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن وكسب نفوذ في العلاقة مع واشنطن ويشير المسؤولون الامريكيون الحاليون والصابقون الى ان احتجاز روسيا لصحفي امريكي هو خطوة وقحة لا سيما عندما يكون مصحوبا باتهام بالتجسس توقع رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية عدم تحقيق القوات الاوكرانية اي انتصار هذا العام في الحرب التي تخوضها ضد روسيا صحيفة ذهل تناولت الموضوع تحت عنوان ميلي يقول ان انتصار اوكراني على روسيا غير مرجح هذا العام وحزاب الصحيفة قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية انه من غير المرجح ان تحقق اوكراني انتصارا حاسما على روسيا حتى مع نشر كياف لاسلحة غربية متزايدة القوة بعد 14 شهرا من الحرب اشرت الصحيفة الى قول ميلي بان طرد عشرات الالاف من الجنود الروس من المناطق المحتلة من البلاد سيكون مهمة عسكرية صعبة للغاية للقوات المسلحة الاوكرانية مضيفا انه لا يعتقد ان تحقق اوكرانيا انتصارا كاسحا في المدى القريب اكد ميلي ايضا ان واشنطن رفضت طلبات المسؤولين الاوكرانيين بارسال صواريخ يبلغ مداها 190 ميلا ويمكن ان تسمح لكياف باستهداف مقر الاسطول الروسي في البحر الاسود في شبه جزيرة القرم واكدت واشنطن ان الاسلحة التي قدمتها بالفعل قوية بما يكفي كما اثار ميلي مخاوفها بشأن استنفاذ مخزونات الاسلحة الامريكية حيث اخبر لجنة القوات المسلحة بالمجلس النواب الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة امامها طريق طويل لتقطعه لتعزيز مخزوناتها من الدخائر وضمان استعداد البلاد لاي حرب واسعة النطاق فاذا كانت هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية او حرب قوى عظمى بين الولايات المتحدة وروسيا او الولايات المتحدة والصين فان معدلات الاستهلاك ستكون خارج المخططات ينضم الينا من بيروت الدكتور سامي نادر مدير مركز المشروط الدراسات الاستراتيجية اهلا بك معنا دوما عبر شاشة الغد دكتور سامي بداية ما العوامل التي دفعت مارك ميلي للقول ان اوكرانيا لن تنتصر في هذه الحرب خلال هذا العام ونحن لا نزال في الربع الاول من هذا العام وفي ظل كل المد العسكري التي تحصل عليه كيف اولا يعني وللاجابة بشكل سريع موازين القوى وسير المعارق على الاقل خلال فترة الستة اشهر السابقة فموازين القوى لا تسمح بالقول ان اوكرانيا بامكانها استعادة كامل الاراضي التي فقدتها والمناطق التي فقدت السيطرة عليها هذا من جهة ثانية في الفترة الاخيرة كان هناك تقدم حتى لو بطيء للقوات الروسية ولذلك اسباب عديدة قد يكون السبب الاول هو التباطئ بمد الاوكرانيين بالسلاح النوعي صحيح ان هذه المساعدات اقرت ولكنها لم تصل بعد بشكل كامل او بالزخم التي تريده القوات الاوكرانية بالاضافة الى عامل جدا اساسي وقد يكون العامل الثاني هو ان روسيا لا يمكنها ان تنكسر في هذه المعركة قد تخسر في النقاط ولكن في النهاية نهاية هذه الحرب في المحصلة نهاية هذه الحرب ستكون عبر المفاوضات هكذا تنتهي كل الحروب عبر المفاوضات النقطة الثالثة وقد تكون هي النقطة الاهم هي ان الاوكرانيين رفعوا السقف عاليا حينما طالبوا باستعادة جزيرة القرم وهذا بحد ذاته نقطة جدا صعبة او هدف صعب المنال وهذا عنصر اساسي قد دفع بالجنرال مالي الى القول او التنبؤ ان انتصار اوكراني سريع خلال هذا العام هو صعب للغاية لكي لا نقول مستحيل طيب ذكرت ثلاث عوامل مهمة جدا ابدأ معك من العامل الاول وهو المد العسكري لاوكرانيا بالسلاح ما الذي يضمن ان يستمر هذا المد العسكري ان كانت هذه الحرب ستكون طويلة الامد وبدأنا نرى مخزونات الاسلحة في الدول الاوروبية تنفد المانيا قالتها صراحة الذخائر تنفد ايضا في الدول الاوروبية ما الذي يضمن ان يستمر هذا المد لمدى طويل هذا سؤال مهم جدا وعناصر الاجابة من داخله يعني هناك نوعا ما بداية تململ داخل هذه المجتمعات هناك حكومات تحت ضغط مالي كبير هي بالكاد تستطيع عبر موازناتها ان تفي بحاجات شعوبها خاصة مع التضخم الذي يشتاح العالم اذا هناك ضغوط تأتي هذه الحرب الاوكرانية بعد ازمة كوفيد وبعد ازمة 2008 التي ما زالت اوروبا تلملم الجراح ولم تشفى بعد من اثار هذه الازمة ادت هذه الحرب الاوكرانية وبالرغم من التهديد الوجودي التي تشكله على هذه الحكومات قد التزمت هذه الحكومات اليوم بالدفاع عن امن اوروبا ولكنها بالوقت عينه ليس من المؤكد ان تقوم بهذا بشكل مستدام بحرب شكل مستدام لذلك سوف تسعى خلال فترة قريبة بمحاولة الوصول الى تسوية ديبلوماسية مع روسيا خاصة ان اتكالها على الغاز الروسي بدأ ينحسر مع نجاح استراتيجيتها في التحول في الطاقة وقد تكون هذه العنصر الايجابي الوحيد بالنسبة لهذه الحكومات انها نجحت في الامتحان الصعب عملية التحول في مجال الطاقة والتخفيف من الاتكال على الغاز الروسي اذا والتخفيف من الانكشاف جيو اقتصاديا على موسكو سنتقل معك الى النقطة الثانية بعد ان تم استخدام المفتاح الصيني في الشرق الاوسط هل يمكن للصين ان تكون الضامنة لنهاية الحرب الروسية الاوكرانية يعني نرى في الاوينة الاخيرة الاتحاد الاوروبي يتجه كثيرا الى الصين زيارات لماكرون لبيبوك حث الصين على لعب دور ربما محوري في هذه الحرب كنا نتابع بالسابق الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسي كان يرفض الخطة الصينية اليوم يتوجه الى الرئيس الصيني انه فلنطفاوض هل يمكن للصين ان تلعب هذا الدور؟ لا يمكن للصين ان تلعب دور الوسيط لانها اخذت طرفا في هذه المعركة ورأيناه بشكل واضح خلال القمة الروسية الصينية ولكن بامكان الصين ان تشكل قاطرة دفع قوية جدا من اجل الوصول الى تسوية ديبلوماسية لان لديها رافعات تأثير على روسيا كما رأينا ان لديها رافعات تأثير على ايران وقد دفعتها الى الوصول الى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لانها هي المصدر الاساسي للصادرات الايرانية كذلك الامر بالنسبة لروسيا لا يمكن لروسيا ان لا تستجيب لمطالب الصين هذا ان ارادت الصين ان تدفع باتجاه تسوية ديبلوماسية وقد اعتقد ان الصين لديها مصلحة في ذلك لانها تريد ان تقفل او تريد نهاية هذه الحرب بسبب تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد الصيني تحديدا طيب ان استمر الوضع على ما هو عليه في هذه الاوينة الدعم العسكري الغربي مستمر للولايات المتحدة من جهة اخرى نرى ان روسيا تعمل على توسيع انتاج الاسلحة على نشر اسلحة نووية في بلاروسيا وغيرها الى اي مدى يمكن لاستمرار هذا الوضع الراهن ان يصاعد الامور فعلا في المرحلة المقبلة ان تتسع دائرة هذه الحرب ربما لتشمل بلاروسيا وبولندا في المرحلة الاولى الاتحاد الناتو الاتحاد الاوروبي ربما وتصبح حرب شاملة دعم هناك مخاطر ان يحصل انزلاق ما يؤدي الى استعمال السلاح النووي هذا اليوم هذا الاحتمال صحيح انه بعيد ولكنه وارد على الاقل هو وارد اكثر من الفترة السابقة فترة ما قبل الحرب او بدايات هذه الحرب انا اعتقد ان هناك احتمال في ظل هذه الحرب الباردة القائمة ان تظل هذه الحرب مشتعلة ولكن بشكل محدود حرب تستنزف القوى المنخرطة بها تستنزف روسيا من جهة وشركاء روسيا من جهة ثانية وتستنزف ايضا الطرف الاوروبي المساند لاوكرانيا وتكرس دور الولايات المتحدة قضام لامن هذه القارة ولكن لا اعتقد ان هناك احد لديه مصلحة في حرب مفتوحة شاملة بالتأكيد ليس لامريكا مصلحة في هذا الامر ولا للصين ولا حتى لروسيا مصلحة في حرب مفتوحة ولكن نعم هناك احتمال من انزلاق ربما انزلاق قد يؤدي بالنهاية الى تسريع التسوية الديبلوماسية طيب انبقيت الحرب على ما هي عليه يعني حرب معارك تراجع وتقدم في بعض المناطق والجانبان الروسي والاوكراني يطفقان ان هذه الحرب ستكون طويلة ولن تكون قصيرة المدى ربما هذا العامل المشترك بينهما الى اي مدى تتوقع ان تمتد مثل هذه معارك الاستنزاف ان اردنا القول قد تمتد الى بؤر اخرى الى ساحات اخرى يعني هناك ساحات المواجهة بين البلايات المتحدة وروسيا لا تنحصر فقط على في الساحة الاوكرانية هناك ساحات اخرى خوزي مثلا الساحة السورية قد المعارك قد تنتقل الى ساحات اخرى تتواجه فيها هاتين القوتين العزمتين والامر قد يصبح اكثر خطورة اذا انتقل الى ساحات ترى تصادما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهذه الساحات عديدة رأينا ان التصعيد كيف هو سائر في شرق اسيا وبالتالي نعم نحن نعيش حرب باردة يعني فترة العولمة والتعاون الاقتصادي والحوار قد ولا ايضا العالم المتعدد الاقطاب الذي كان يروج للتنصيق فيما بين الدول ايضا ولا اليوم هناك تعدد في الاقطاب ولكن هناك اجواء حرب باردة قد تقود الى صدمات عسكرية دكتور سامي البعض كان يعتبر حتى ان هذه الحرب الروسية الاوكرانية بمثابة جز نبض او اختبار على الاراضي الاوكرانية للقوى العظمى في حال اندلعت الحرب الكبيرة هل توافق هذا الرأي؟ نعم يعني هناك بالتأكيد شبح عملية صينية على تايوان وربما هذا يفسر خروج الصين عن مبدأها التقليدي التاريخي بعدم تدخل اي دولة بشؤون دولة اخرى ولذلك وبالرغم من هذا المبدأ التاريخي ابتنعت الصين عن انتقاد العملية الروسية في الداخل الاوكراني وبالتالي هذا يشي بامكانية حدوث عملية مماثلة تقوم بها الصين على تايوان وهذا الامر ايضا قد يقود دول اخرى من القوى الوازنة ان تحاول ان تحسم نزاعات قائمة بينها وبين دول اخرى بالطرق العسكرية وتحتزي بالمثل الروسي في اوكرانيا طيب دكتور سامي ما العوامل التي يمكن ان تنهي هذه الحرب اليوم يعني ان كانت ستحسم بالمفاوضات نرى في الوقت الراهن لا احد مستعد للتنازل ان كانت ستحسم على ارض المعركة نرى انه ارض المعارك ورغم كل المد العسكري اوكرانيا لم تحرز انتصارات كبيرة وكذلك الجانب الروسي يعني نرى تقدم وتراجع ما الذي يمكن ان يحسمها ما العوامل ربما في اعتقد هناك عاملان اساسيا الاولا العامل الاول هو الضغط الصيني على روسيا حينما تدرك الصين ان ليس لديها مصلحة نهائيا باستمرار هذه الحرب ورديها رافعات تأثير على شريكها الروسي والعامل الثاني مشابه ولكن يأتي من واشنطن حينما تدرك واشنطن ان الطرف الاوكراني لا يمكنه انجاز اكثر ما انجز ان الناتو توسع لكي يضم حليفين اضافيين وبالتالي لابد من تسوية على الاقل تحفظ ما الوجه لموسكو وبالتالي تأخذ الامور نحو تسوية مستدامة بضغطين متوازيين من القواتين العزمتين اليوم الصين من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهتين ثانية اشكرك من بيروت دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لابرز ما اهتمت به لباريسيان تقول ان وزير الدفاع الفرنسي سباستين ليكورنو اعلن ان الحكومة ستبدأ في بناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026 بمبلغ قدره 413 مليار يورو والستريت جورنل تقول ان وزير الخارجية الياباني يحذر في بيكين من العلاقات العسكرية بين روسيا والصين بينما تفتتح توكيو قاعدة صواريخ في الجزيرة الجنوبية اوبيك بلاس تعلن عن تخفيضات مفاجئة في انتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا حسب فينانشل تايمز قالت تحيفة والستريت جورنل ان اليابان احد اقرب الحلفاء الى الولايات المتحدة تشتري النفط الروسي فوق الصقف السعري الذي قررته مجموعة السبع والاتحاد الاوروبي في خروجا عن الاتفاق الذي اقر داخل المجموعة لمعاقبة روسيا بعد غزوها اوكرانيا فاينانشل تايمز تتحدث عن توصل السلطات العراقية لاتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط الى تركيا كانت شهية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب للانتباه اساسية لهويته لعقود فبينما يركز الخبراء على مخاطر الادعاءات الجنائية الموجهة اليه يقوم هو بجمع الاموال ويروج لحملته الانتخابية صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في مقال نشرته بعنوان وضع ترامب يزدهر في ظل لائحة اتهامه تقول الصحيفة ان الرئيس السابق دونالد ترامب يحب ان تسلط كل الاضواء عليه حتى وان كان متهما حيث امضى الايام منذ ان وصفته هيئة المحلفين بانه مجرم محتمل وهو يستغل ذلك ويستمتع بالاهتمام الذي يحظى به بسبب الاتهامات الموجهة اليه ذكرت الصحيفة انه انطلق في عملية جمع الاموال لحملته في قضم تكاثر عنوين الاخبار حول اتهاماته وعندما بلغ مجموع ما حصلت عليه حملته خلال الاربع وعشرين ساعة التي اعقبت لائحة الاتهام لاربعة ملايين دولار سارع للإعلان عن ذلك قدر استطاعته اشارت الصحيفة الى ان ترامب وبدلا من الاختباء من اهانة تسليم نفسه الى السلطات الثلاثاء نشر جدولا لتحركاته كما لو كان في جولة لحملته الانتخابية ليخبر الجميع انه سيطير يوم الاثنين من فلوريدا الى نيويورك لتسليم نفسه والخضوع للاستجواب ثم العودة الى فلوريدا لالقاء بياء مسائي تقول الصحيفة ان بايدن يواجه تحديا ليفعل مثل الرئيس جيرالد فورد عندما قرر العفو عن سلفه ريتشيرد نيكسون في فضيحة ووترغيت لكن بايدن تعهد منذ فترة طويلة بعدم العفو عن ترامب كما انه لن يستطيع فعل ذلك باي حال من الاحوال في قضية مثل تلك التي في نيويورك او قضية الانتخابات التي يجرى التحقيق فيها في جورجيا اعلنت وزارة الخارجية الصينية ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور الصين في الفترة من الخامس الى السابع من ابريل وكالة بلومبرغ تحدثت عن هذه الزيارة في تقرير تحت عنوان ماكرون يتجه الى الصين سعيا وراء تحول كبير في اوكرانيا قالت الوكالة انه عندما يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع تشي جينبينغ في بكين هذا الاسبوع سيحاول اقناع نظيره الصيني بتغيير موقفه من غزو روسيا لاوكرانيا مع توضيح العلاقة التجارية الحساسة التي اصبحت مثيرة للجدل بشكل متزايد بحسب بلومبرغ قال مسئول فرنسي كبير ان الصين التي عزز موقفها الحيادي حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الدولة الوحيدة التي يمكن ان تغير قواعد اللعبة في الصراع بالنظري الى تأثيرها على موسكو مضيفا ان كل ما تفعله الصين يمكن ان يكون له تأثير كبير على الصراع استغلت شي زيارة استغرقت يومين لموسكو الشهر الماضي للتأكيد على علاقته الحميمة مع بوتين بينما اشاد الزعيم الروسي بمخطط الصين المكون من 12 نقطة لانهاء الصراع ورفضت ادول الاوروبية في الغالب الاقتراح لكن فرنسا ترى ان الصين قادر على تمديد الحوار مع كييف وقالت الوكالة انه بينما اتخذت واشنطن موقفا متشددا بشأن العلاقات مع الصين حيث يتصادم البلدان حول كل شيء من التجارة الى التكنولوجيا الى بحر الصين الجنوبي فان فرنسا ليس لديها نية لانهاء العلاقة مع الصين وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء